على أبواب روسيا تحل دبلوماسية دول حلف شمال الأطلسي بزخم من الملفات الجديدة على طاولة قمة الحلب بالعاصمة اللتوانية فيلينيوس والتي يرى مراقبون بأنها قد تأخذ منعرجا تاريخيا لهما بعده دول حلف شمال الأطلسي استبقت القمة بتعهدات أظهرت تغيرا في نوعية وحجم الدعم العسكري الذي ستقدمه لأوكرانيا بعد أن أقدمت الولايات المتحدة على إرسال دخائر عنقودية لكيف الأسبوع الماضي حيث أعلنت فرنسا وألمانيا عن امدياد كيف بأسلحة بعيدة المدى تشمل صواريخ كروز لضرب العمق الروسي حسب وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قررنا زيادة الدعم للأسلحة والمعدات المرسلة إلى أوكرانيا بالإضافة إلى تقديم صواريخ من نوع كروز بحيث يمكن لأوكرانيين تنفيذ هجمات داخل العمق الروسي سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا وبالنسبة لنا من المهم منذ البداية أن تكون هناك تطمينات أمنية لكيف يمكن أن تكون فعالة بمجرد إهلال السلام وسنواصل تعزيز الدعم والوحدة والتضامن بين الدول الحلفاء في ظل التهديدات لأراضي الناتو هذه التصريحات الأوروبية تأتي في إطار المبادرات الشاملة التي تبناها الحلف لدعم كيف عبر برنامج سيمتد لعشر سنوات وبتكلفة تتجاوز خمسمائة مليون دولار سنويا تمهيدا للنظر جديا وإيجابيا لانضمامها بحسب البيت الأبيض الذي أعلن استعراض الحلف لمسار يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا إلى صفوفه دون تحديد لجدول زمني وإن استبعد فورية انضمامها خشية الدخول في حرب مع روسيا أوكرانيا ستتلقى رسالة إيجابية فيما يتعلق بسعيها لانضمام إلى الهلف وستحصل على مزيد من مساعدات العسكرية والضمانات الأمنية كما سيبحث قادة الدول تيسير الشروط الرسمية لحصولها على عضوية الهلف بداية بشكل جديد من التعاون بالإضافة إلى الملف الأوكراني يبرز ملف آخر على طاولة القمة يتمثل في مسألة انضمام السويد إلى عضوية النيتو حيث يمهد الحلف رسميا لحصولها على العضوية بعد موافقة الرئيس التركي على عرض بروتوكول انضمام السويد على البرلمان التركي عشية افتتاح القمة وإعلان المجر تأييدها للملف مشيرة إلى أن قبوله مسألة فنية بحتة كانت متعلقة بالموافقة التركية نرحب بالاتفاق على انضمام السويد إلى الناتو ولا يزال هناك المزيد من العمل لتحديد مسار بشأن مستقبل أوكرانيا مع الحلف هذه القمة تاريخية وعلينا حصاد ثمارها النيتو وخلال القمة سيؤكد على دوره في الحفاظ على استقرار النظام الدولي القائم على القواعد المتفق عليها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة كما سيسعى إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول الجناح الشرقي للحلف والتي تعد خط المواجهة الأساسي مع روسيا ترجمة نانسي قنقر